السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناتي على اليوتيوب كانسي كان اليوم سنأخذ اخر قاعدتين بقاعدة المدارع المدارع التام والمدارع التام المستمر طبعا جبعناهم بهذا الفيديو لانه الدلائل تبعتهم بيشبهوا بعض وعلشان نفرق ما بين القواعد هذول اول قاعد عنا اليه المدارع التام البسيطة طبعا الي قاعدتها المفرد بحالة الافراد شيو هيو ات بتاخد هاز والتصريف البعض هفر بثري الجامع اللي هو ذاي وي يو اي باخد هاف والتصريف البعض هفر بثري يعني المفرد بياخد هاز والجامع بياخد هاف والبعض هم دائما هفر بثري التصريف الثالث للفعل مسهلا عليه رح ناخد مثاله على الاول اشي حالة الافراد اشرف اشرف فراغ the room since the morning سنس هو دليل القاعدة paint اللي هو الفعلي بنا نحاوله طبعا هسا اشرف بما انه مفرد حالة الافراد عنا بتاخد هاز والتصريف البعض بثري فبتسير جملي هاشرف has painted the room since the morning دليلي اللي هو sense و اللي هو قاعدة الhas والhave last verb 3 وبما انه عندي مفرد فبنحط has جملة ثانية بحالة الجامع they فراغ Europe for two weeks دليلي اللي هو for they جمع الجوابي اللي هو they have turned Europe for two weeks اللي هو have بما انها عنا they هاي اداة الجامع او subject عندي جمع بنحط have بعدين التصريف الثالث حالة النفي حالة النفي الداعمة بهاي القواعد احنا بننفي اللي هو الفعل المساعد الفعل المساعد عندي has و have هما اللي بتضفرهم not يا اما بحالة الاختصار زي المفرد hasn't او has not بحالة عدم الاختصار او الجامع haven't او have not بعدم الاختصار ودايما التصريف بعده نفس ما هو بالverb 3 يعني بضله حتى بحالة النفي التصريف الثالث للفعل ناخد امثلة the europe for two weeks tower they عندنا حالة الجامع التور اللي هي الفعل بنا نغيره بصير haven't turned europe haven't turned النفي عندي haven't لانه عندنا they subject جامع لذلك انا حطيت haven't طبعا الفعل بعد هاذ و have لا يتغير سواء بحالة النفي او بحالة السؤال بيظلها verb 3 المثال الثاني على حالة الافراد اشرف the room since the morning قولوش عندي sense اللي هي الادام وعندي نط هو طالب مني نط اللي هو حالة النفي والنفي بحالة المفرد اللي هي هاذ بتصير هاذ انت بنتد زي ما حكينا انه هاذ و have بعدها التصريف الثالث وما بتغير بالمرة لا بحالة النفي ولا بحالة السؤال هاذي طبعا حالة الافراد كيف فعلتها من السبجكت انه السبجكت عندي مفرد حالة السؤال الفعل المساعدة اللي بالجملة عندي اللي هو هاذ و have هاذ و have بنبدل بينهم بين السبجكت بتصير في بداية الجملة طبعا ما بننسى ال capital letter اللي انا في بداية الجملة بعدين السبجكت اللي هو الضمائر الشي والهي والات والذي وي و اي بعدين التصريف الثالث للفعل ما بتغير حتى بحالة للسؤال ولا النفي بتغير بيضله مثال عليه الفراغ اجاني في بداية الجملة هون بعدين بحض الفراغ عشان اشوف انا احط هاذ او هاذ بتطلع بعض الفراغ بعد الفراغ عندي ذي وهي اداة جميع معناتها بحط هاذ هسبين اقواص اجاني هاذ هاذ مش اني انا ارجع احطها نفسها لا هاذ اساسا هي المجرد من هاذ و هاذ فانا بحط هاذ في الجواب هاذ 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 هذا السؤالي وعرفت انه هو مفرد لاني انا طلعت على بعد الفراغ طبعا لكل قاعدة باللغة الانجليزية دلائل دلائل بتدللي انه لازم احل هذا السؤال على هاي القاعدة دلائل المضارع التام هي طبعا هاي الدلائل كلها لما اشوفها باي جملة عندي بحلع قاعدة المضارع التام اللي هي هازوها زائد فيرب 3 مفتاح القاعدة طبعا انا عندي هسا معلومات او ملاحظات عن الدلائل اولا اشانا ناخد الفرق ما بين for بيجي بعديها رقم يعني one two three four او an وهال articles او كلمة ever من الامثلة عليها for three months for two days for an hour طبعا انا وابد دل على الافراد يعني لمدة ساعة for a day لمدة يوم forever هاي الدلائل اللي بتيجي لبعد for يعني لازم يكون عندي رقم اما بعد since لازم يكون عندي تاريخ ووقت وشهر او جملة او يوم بس ما بيكون عندي رقم بعديها زي since two thousand and five منذ لالفين وخمسة since august اللي هي شهر since monday اللي هي يوم since when i was young بياجا بعديها جملة كاملة هذه since اللي هو الامثلة عليها امثلة على since اللي هي بيجي بعدها تاريخ او وقت او يوم بس مش محدد لي برقم طبعا الدلائل البعديها already just lately recently موقع حثان هو بتيجي بموقع باخر الجملة او بداية الجملة بس موقع الرئيسي الى بتيجي مباني الفعل الرئيسي والمساعد subject has or have already هاي مثال already ممكن احط واحدة من الفوق اللي هي just or lately زائد الفربي 3 وان اجد في وسط الجملة ما بين الفعل الرئيسي والفعل المساعد يعني فصلت الفعلين عن بعض في عندي yet دليل و yet طبعا ها ما بيجي الا بحالة النفي وبحالة السؤال زي انا هون كاتم مثال subject زائد hasn't زائد فربي 3 طبعا موقع دايما اخر الجملة موقع yet دايما اخر الجملة او بحالة السؤال ها زائد subject verb 3 بيجي قبل علامة السؤال باخر الجملة بحالة النفي وبحالة السؤال ياتب تيجي بحالة النفي والسؤال فقط ناخد الجزء الثاني من القاعدة اللي هو present perfect continuous انا اضفت القاعدتين مع بعض عشان حني نفس الدلائل عشان نعرف كيف انا بالامتحانات بدي افرخ مبينتهم بما انه انا عندي القاعدتين نفس الدليل او نفس المفتاح طبعا رح ناخد القاعدة رح ناخد نفيها ورح ناخد السؤال عنها واهم اشي الدلائل لانها بتتشابه القاعدة الاساسية هي بحالة الافراد الشي والهي والات بتاخد has been اهم اشي عندي been زائد الفرب ing الفعل الرئيسي منضيف له ing اما بحالة الجمل هذي وي يو اي have بتاخد been والفعل منضيف له ing هاي بحالة القاعدة الاساسية اللي هي ننضيف been ننضيف للفعل الرئيسي ing ما اه للفعل الرئيسي ing تمام طبعا النفي النفي انا دائما بنفي الفعل المساعد الفعل المساعد عندي has او have بتضلها القاعدة النفس ما هي اللي هي been verb ing بس اللي بنتفع عندي اللي هي الhas بحالة الافراد بتصيرها hasn't او has not بحالة عدم الاختصار و haven't او have not بعدم الاختصار وبضلها been verb ing ما نننسى ال ing في الجملة لانها مهمة جدا في الحل have been ing بحالة السؤال بحالة السؤال كمان اللي بتحكم فيه الفعل المساعد اللي هو هاذ و هاف بحطها في بداية الجملة بس احطها في بداية الجملة لازم يتطبحها مباشرة اللي هو السبجك هاذ she و هي و it بعدين been ing فعل رئيسي مضاف له ing بحالة الجمع بضيف have في بداية الجملة بتصير بعدها السبجك they we u i بعدين been verb ing كتير انا ركزت عليها لانها مهمة جدا دلائل القاعدة since before how long all هذول الكلمات بمعنى طوال طوال الفترة الزمنية all the morning بمعنى طوال since before بمعنى طوال وهي تكررت معاي بالقاعدة present perfect السمبل اللي هي البسيطة فهاي القاعدة رح نعرف الفرق ما بين انه احط انا ing بين ing واني ارجع احلها على القاعدة الاساسية من الامثلة المثال الاول how long استخدام how long اللي هي اداة السؤال كدليل رئيسي لقاعدة present perfect continuous هاي مثال عليه how long have you فراغ in sohage الفعل الرئيسي عندي sleep بما انه how long موجود اندي بالجمل وهي دليل قاعدة present perfect continuous بتصير الجواب how long have you been sleeping been sleeping طبعا هذا السؤال امتحان وزاري للطلاب لازم بحط been sleeping لانه عندي الدليل اللي هي how long دليل العادي طبعا ممكن هو بالسؤال نطلب مني بين اقواس بي كولكت يعني اجد هاي في امتحانات سابقة لطلاب الوزاري انه هو بي كولكت بتحاطة بي يعني مساهل للاجابة فجواب بيكون i have been كولكتنج i have been كولكتنج لهو اضافة بعدها في التصريف الثالث وبعدها اضيف ال ing للفعل الرئيسي بالجملة طبعا الحل الثاني بما انه انه عنده طلب مني ممكن يكون عندي دليلين في القاعدة القاعدة الاساسية يعني for مع دليل اخر دليلين في القاعدة طبعا بما انه في دليلين بحلان عن القاعدة الثانية هي been ing لانه ممكن تجيني for sense ما يطلب مني القاعدة الاساسية يطلب مني القاعدة الثانية فهس انا كيف تفرق بما بوجود دليل اخر بضيف verb ing